عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جلسة مباحثات مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني ناقشت المباحثات مختلفة جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والعراق ومقترحات تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك موضوعات التعاون الثلاثي مع الأردن الشقيق وأكد مدبولي أن مصر والعراق عازمتان على توسيع إطار التعاون المشترق والنهوض بمستويات التبادل التجاري بما لدى البلدين من إمكانات هائلة لتحقيق ذلك كما شهد الاجتماع أيضا الاتفاق على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين بالتوازي مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة